والناس قاعدين ترجعوا التلفزيون ما وراك هالحاجة دي لازم كلكم تعملوا اشتراك في الصفحة بتاع التلفزيون السودان في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي الموقع حقهم لازم كلكم تتابعوا غنات السودان لانه حيفوتك خير كتير بالنسبة للناس اللي قدمت في سوق مدرمان في اشكالية حاصلة لكن انا شايف الغيادات حسمتها بحكمة هم ما تدوهد زول دكانك السيد الدكان دكانك قاعد لكن طبعا احنا محتاجين حاسي في المرحلة دي زول يفتح الدكان دا يعني انا بتكلم معاكم جادي في ناس قدمت وزي ما حكى لكم اليوم داك زول من كرري الطلبات بتاحت الدكاكين كتير اللي احنا موقفين ونقال عشان القهربة تعال قدم دي دكانك ما خلاص لو هده المعركة كده شكلها الناس مدعيشة معا فيه تدوين عشوائي بيحصل في حتات معينة الجيش شغال يحسن فيه احنا ما عندنا غير العودة والانتصار طب تسمعوا الاخبار هنا في الجزيرة حتسمع في الهجانة بابا نوسا شغالة سنار شغالة كوستي شغالة ما في حاجة احنا في الواقع مسيطرين وحاسمين وفي المواقع مسيطرين وحاسمين حتسمعوا اخبار حاسي احنا ما عندنا شغالة من بكرة حنجي وخط موضوع على المصفة دي قدامنا مصفات السودان لو لا الازاعة ما كان قام مسفة اصلا احنا ما بنجي من الليلة وقدام نجي نبرر للناس ان احنا والله الازاعة بتعني لينا واللي زاعة ما بتعني لينا الحاجة دي تاني احنا لغة الجيش ولغة الشعب السوداني ولغة الشارع تتغير ما عندنا الحاجة دي احنا ما قاعدين نبرر اللي يزول صرفة طيبة حاسي انتو ما الدعم السريع ده قال دائر هدنا وشايفينكم بتشتروا في سفن البواخر والسلاح والطريقة ديتو هتحرقوا البلد احنا مغاررين بيمنوا يعني بالدعم السريع احنا ما قاعدين نسلح للدعم السريع الحاجة دي الناس تفهمه الان التسليح عملية التسليح للدعم السريع دي وقفت احنا الان في مرحلة حماية السودان وحماية البلد ومكتسبات البلد قاعدين نشيل السلح للحاجة دي ما شهلين السلح للدعم السريع احنا ما عندنا فيش دعم السريع في الشمالية عشان نشيل السلح وبيقدر يخشها ذاته استعمالية احنا شغالين سلاحنا ده لانه احنا عاوزين نشيل سلاح بحاجة بتمنع احنا ما شغالين الان المرحلة ما بعد الحرب بيشعار بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين احنا ما حنجي نقول والله الشعب السودان المستنفرين يشيلوا سلاح لانه الدعم السريع داخل مروي لا 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 ما في ات الدعم السريع ده ما في حساباتنا انا ما بعد يقول ناسا تسلح عشان اد دعم السريع احنا بناسلح لانه احنا دارين نسلح اشرح لينه لا بدون شرح سايكد احنا دولة وشعب وبعندنا عزة وكرامة وحرية الناسة دارت تسلح هتسلح دارين متى تسلح وتحمي روحكم لا ما دارنا وارج لي ما دارنا احمي روحنا ولا ما نحمي روحنا ولا نستحمى يتش دخل امت دارين نشيل سلاح طيب اد دعم السريع ما عرض لا لا الدعم السريع عرض لي consciously Shell الدعم السريع لا أعرض لي انا كمواطن ولا عرض لي زول بيمثني ولا عرض للقوات المسلحة عرضكم شو نحن عرضنا بل لما انت امنوا ده العندان اليكم ما عجبكم نمشو الفصل السابع ما عجبكم نمشو يهوديك جنوب السودان ما عجبكم يهوديك كينيا ما لماكم ما عجبكم يهوديك ما عادس دار تعمل شو نيعني تعمل شو يعني؟ آه جيش كندا والذي يأطمر وجيش مختطف جيش الذي يأطمر وجيش مختطف والبرهان زاته مختطف حسي بللده ما عارفينه فاطر وين حس البرهان زاته مختطف والكيزان ما عارفينه فاطر صح؟ ايه برضو ما عندنا ليكن غير البل بس فيه ده في الجزيرة الطريقة المتحركين بقا ويهمالكم يا جيش الفلول يا صرفاو والبرهان ويا سرعطا أنسان الجزيرة البيزي انا ما حشرح لك، انت ما لكم على الجزيرة إنت من ألبي تتكلم باسم الجزيرة تتعرض عليه قحات الليلة ما أسكل لنا الملبية على الأسراء نعم قالوا الأسراء في اللزاء ما تتكلموا عنه وانا إنت ماش تدخل أمك في الأسراء في اللزاء إنت مش قلت دكان جايش عمره مية السنة مش يحرر لدكان يا عبطة مش قلتوا قاعدين تقول لنا يا عبطة في أسراء في اللزاء وانت مش تدخل أمك بالأسراء في اللزاء عندك زول فيهم مش يتكرري تورجب تكتيب عنه عندك زول التشاك انه قاعد في اللزاعة تمشي كرر الحامل العسكرية حاضر لقيت يا سرعطة برات بكون حايم في الحوش سيح امتى في التمامات دي يا سرعطة شنو بيكون حايم وقفك في طلوسه وكده يا صاحبي بس فينجا ماشي في الشارع دم ولا استجارته جول لقدر تعمل لي يا سرعطة شنو انت قلت جول السودان ما قيرت تعمل لي حافية كردر تعمل لي المين بتلاقيه وسعدتك كيف أخبارك ان شاء الله طيب عندنا اسير في اللزاعة بتاع بيقول لك جدا اسمه منو بياناته بتاع اختطفه بتاع احنا بنحاول ان شاء الله نشوف عملت الخطوة دي ولا ما عملت قحاتي ما عملت طيب ما تقفل ميتينك ده الاسرة طيب المسكنه ما تتكلموا ليه ما دار نتكلم عنه ما قالوا في ما يقولوا احنا قلنا لك في اسرة اتا يا صرفه ما تسانه كله شعبكنا في اسرة انا الجيش مركب روت بينا اتا بتقدر تتحاسبني سياسيا وينو بيان القوات المسلحة نعم القوات المسلحة مش طلعت بيان في اللزاعة اي قالت فيو شنو عن الاسرة والله ما اهمش شوفوا هدق عندهم صفحة اسمها القوات المسلحة ومجلس السيادة مش اقرأو لكن انتو ما بنوريك احنا انت بر حساباتنا تل دار اوصلوا للشعب السودان الليلة ما تتكلم ليه بي لسان قحت ما تتكلم ليه بي لسان الدعم السريع ما تيجي تقول ليه انتو ما تردو عليهم ارجع لمنو القحاتة والله الاسرة القحاتة في فضيحة اتعملت فضيحة موثقة فضيحة موثقة في مندرمان وكان القتال يشتد والقلوب لدى الحناجر والناس مهتزة وترجف والمرجفين في المدينة يشيعون الاشات والناس يا صرف ما قدت اللي زاعة خطوتين والاخوان اللي زاعة ما خطوتين ما قدت خمسمائة متر خمسمائة متر طولي لكن حسب تلك فيو كم بيت وقلت كلهم تطلع في الكلام قلت لك بس الاتجاه الانا حسبت لك دفوا ستة الف بيت وقلتوا ما قاعدين تقولوا والناس ترتجف واللزاعة ترتجف والقلوب لدى الحناجر والله الحمد للمنى ربنا سعى تعالى ثبت المؤمنين بالساكينة والناس انتصرت جونا دي الاخوان اللي بتاهم قحت قال شنو ولحظة الرجفة دي قالوا القتال بين الجيش والدعم السريء يشتد ويقترب من ابواب الازاعة ونحن نطالب اليونسكو والأمم المتحدة بالتدخل لحماية التراث الإنسان السوداني المتواجد داخل مباني الازاعة قلت يا ربي سهوة سقطت كلمة أسرة ملجيتة مواطن ملجيتة تاريخ ملجيتة بني آدم عايش ملجيتة أطفال نساء ما سيكون الدعم السريج والازاعة ملجيتة اتحاد صحفية السودان عمل بيان قبل إسبوعين قاطب فيه الأمم المتحدة المنحدرة طيب نسميها منظمة الأمم المنحدرة ولا ولا إحنا عندنا كلمة بترجع وأرجل مننا في البلد ما فيه وفي العالم ذاته نقول كلمة خلاص قلنا منظمة الأمم المنحدرة خاطب اليونسكو إنه فيه تاريخ إنساني عمره فوق المية وتمانية سنة من التسجيلات نصف كرامة وسرورة كده في تاريخ عتيق عتيق عندنا شاعر اسمه عتيق عندنا كاهن اسمه خدربشير خدربشير ما فنن ولا صوفي لا ظاهرة خدربشير ظاهرة الله خلق الليل نتعلم منه والله جادي معاكم خدربشير ظاهرة صوته ده نساو أزول ده ده ظاهرة عجيبة الحمد لله إنه خلق الله خلق نموذك زي ده السوداني خليني يوم نتكلم عن خدربشير فيه بس فيه حاجة وتصرف واحد بس أوريك إنه الناس عندها زوايا بتتشفى العالم غير اللي عندك إنت لا 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 خدربشير كلام بنتهي للزاع ده عندنا تاريخ عمره مية سنة بخاطب الأمم المتحدة اتحاد صحفية السودان طبعا هي واحدة من كيانات المهنية بتاعت الحرية والتغيير ازاي اتحاد الأطب المختطف من على الدين نقود حاضر ايه أنا زي اتحاد الصحافين قال اتحاد الصحافين قال يخاطب ويناشد الغتال وصل للزاع الغتال وصل للزاع جوه وبر قمنا بقلين ميتينه جيشنا ما ساكت ماكل الموضوع ده قال شنو السليل جاعين شابكين انا بسم الله الرحمن الرحيم اتوا ما قلتوا فيه اسرق احنا بين ما قلنا صرفيتا قلت انا نكرتها يا صاحب ده من البزعني ده والله ده واحد غحاتي منو اعرفوا لي مكرم ولا ما مكرم انا ممكن ارد عليهم اتجاب ليه السؤال تنزل انا احنا ما الدولة احنا الجيش واحنا الشاب انا بغريك الاسرق قاعدين قاعدين في انا القوات المسلعة في صفحات الجيش ده انت مختنع بها ولا ما مختنع بها بيبي مختنع بها مختنع بها مش اقرأ البيان حقه هناك في صفحته ها امش اقرأ البيان اتكلم عن الاسرق واللي زع ما اتجينا هنا مجينا هنا لكن احنا قلنا احنا قلنا هاي ونقول بكر حنقول في اسرق المناسب وقاعدين في مصفجيلي امشا الناس يكون عارفة والمعارك دي شغالة في مصفجيلي حتسمعوه قريب احنا قاعدين نسترد في 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 الوطن يعني لينا كتير اللي زع وغيره طال عندنا الليلة دار يمسخوا لينا الاحتفال بتاعنا والانتصار قالوا لينا جيش عمره مئة سنة فرحان باسترداد اللي زع عمره مئة سنة بسنة وفرحان بدكان قال لك دكان ما هنا دكان متر انت لو هو البلد شنو الدولة شنو ما النبي صلى الله عليه وسلم وراك حديثة الشيوعية والاشتراكية وهو دار تطلع من الحديث ده انت تفمشيك بلقي منهج شيوعي أو غيره يساري أو مسألة استراكية غير النص والحديثة الناس شركاء في الكلاو والماء والنار ثلاثة حاجات نصم بجنبال كوكب الماء والنار وال والأكل فهي الدولة بتقوم كده يعني الدكان ده مع واحد ماهود ده ولا ذات الدكان في دكان الناس بتتحارب في دكان في سوق اليهود ده لطلع قاعدين في المدينة المنورة الحاجة بتصدم الناس واليهود ما قاعدين في بيت المغدس كانوا قاعدين في المدينة المنورة في خيبر ويسرب في دكاكين محلات الدهب كانوا واسكننا اليهود جاءت مرة مسلمة تشتري دهب الربط العباية حقتها في الطرف بتاع العمود بتاع الخيم مشت العباية جرت لتكشف الجسم قالت وامحمده نادت منه ناد السيدة الكوكب سيدة الثغلين أرجل الله سمع الكلمة قال والله لا يجالسون في مدينتنا والله لا يعايشون فيها أبدا والله لا يجالسون في المدينة سلسيف الموضوع يتحسن في سوق سوق ده جاء قال لك دكان دكان شنو ده عمود بتاع دكان ما ظل برا المرة جاءت ماشية بتفتش بس في الده في الفضة في البتاح قام دار هزروا معي اثنين يهود بهزروا مع منه مع مرة مسلمة ربط لها الفستان بتاع والعباية في طرف العمود بتاع الخيمة قالت وامحمده نقطة عربية انتهى قالت منه وامحمده عديل وامحمده قال الناس ما بوعدوا معانا وصلوا الكلام قبل ما اي حاجة من رجالة اخذ الموضوع جزريا لا قال نفاوض ولا قال الناس عندهم الناس عاجلين ولا الناس عندهم حاجة كويسين ولا اليهود يلقى سمونا التمر والحصون وإحنا هو أصحاب كتاب لا العملية اللي عملتها دي اسمها تجاوز التجاوز ده اللي انت عملته ده تخطيت أعراض المسلمين ده معناها انت عارف انه ما في الراجل بتصدليك ده قل عمد كده انت لما تخطف مرة تودى ليل لزاع ولا تودى لسي جنسوبة ولا تخطي انت عارف انه ما في الراجل بتصدليك وبعد ده كله بتجي تفاوض نبون وانت عارف انه ما في الراجل حاج قل لك لا لتفاوض لانه انت ضامن الحاج النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الموضوع ده الجزرين قال النازل ما بقعد هنا احنا احنا قلنا الدعم السريع العمل الحاج دي ما بقعد هنا دار تجيب وليه قحت دار تجيب وليه فصل سابع زل ما بقعد معنا العمل العملية اللولة دي وتجر وكسر القواعد دي ووصل لي رسالة انه ما في الراجل بحمي عرضي هنا في البلد دي ونساء كون دي السبيات في الدجاج غير جاش اللي انزل بالشارع ده العربي ده واضح اخوان الكلام ده واضح احنا اخوان اي زل مخالفنا في الرأي بنقول له انزل الشارع وزا انت ما وصل طنا احنا حنصلك الناس اللي بفتكر ان البلد دي حتكون قاعدة ما محصن البلد دي قاعدة اي زل اتكلم دكان بتفه في قيام الشعب السوداني ما انت لو ما شعيفة دكان ما كان سلمتها ووقفت مع العدو ومضيت معاه انتو شعيفين فعلا دكان انتو شعيفين فعلا دكان في خلافات تدب الخلافات الان داخل قوة الحرية والتغير بسبب اللزاعة دي الناس اللي عندهم وزنة سياسية ممكن الناس المجندين بتعرفون بل قروش دي ما بناخشو بجي بقول لك يا اخي جيش الفلول فرحان بل لزاعة شوف الأغبياء فرحانين ده ما تفعوا لقروش ده ما بناخشك ده مع صاحب فكرة وده لو انت سمحت أو قريت وكغاحات اتا ربا نسعات المفروض يتبولك في جهنم يعني واقف على الدينك بس يعني انت ما يكلمو بدخلوك النار بس بدون حساب القاحات البناخشك بجي بقول لك والله احنا الجيش ده احترضنا عليه تاريخ وسياسة أقبل منه اللزاعة ده واحد اثنين ثلاث ادا كلام اخذ معاك كده حلو لكن اللزاعة بتحت الفلول دي وكل دكان دكان يعني لعلق العلم فرحان مكبر لنا كيف النوريك مكبر لنا